دكتور يعني سنة واحدة هل كورونا أفهم كلام حضرتك أنه كورونا مرتبط ارتباط وثيق أنه يعني بنسبة كبيرة بيحصل التهابات في عضرة القلب لو احنا بنتكلم في حالة الرياضيين تحديدا وأيضا خلينا نأكد على النقطة أنه ما ينفعش لاعب يرجع يمارس الرياضة مرة تانية فور ثبوت أنه البيتشيار بتاع نجل ده لازم على أقل 15 يوم. ده أنا مش هلا اللي بقول الكلام ده التوصيات العالمية دلوقتي صحيح طبعا حسب التوصيات لكن احنا يعني أول ما أعرضت انتهي أول ما أعرضت انتهي عدي 15 يوم ونعيد تقييم الموقف 15 يوم ما نرجعش 15 يوم نعيد تقييم الموقف وبعد كده تعيدي بقى تقييم الأمور رسمي قلبه وإيكم ده اللي كان بيحصل في بداية أزمة كورونا كان بيقول أنت بتتعافى بعد التعافي تاخد أسبوعين راحة كان بيقوله 14 يوم الإصابة و14 يوم نقاها ده كان توصيات لكن أنا بتكلم عن لعيبة انت عشان لعيب تبدأ ترجعه أنه هو يبدأ يعمل مجهوده تاني أولا تعتمد زي ما قلت لحديتك كده هل أعرض خفيفة أو متوسطة وأني متوسطة متوسطة خفيفة ولا متوسطة شديدة وخبار حديتك وبعدين في نفس الوقت أول ما بنلاقي فيه إصابات في الرئة اللي هي الباتشز اللي بيتقال عليها اللي هي النقط البيضاء النقط البيضاء دي عاملت زي الإزاز المصانفر دي لأ دي بنطول المدة شوية وخبار حديتك ودي بندي معها أدوية سيولة بص لو راجعنا لتاريخ الكورونا على مدار السنتين اللي فاتوا هتلاقي الكورونا بتعمل أعراض تنفسية وجلطات في الرئة هتلاقي الكورونا عملت مشاكل في الجهاز الهضمي وعملت أعراض في الجهاز الهضم اللي هي زي النازة المعوية اللي كنا بنسمعنا كنديم يقولك الكورونا جاتلي بس جاتلي في بطني وخبار حديتك الكورونا دلوقتي بدأت تخش عملت مشاكل في عضلة القلب والغشاء اللي حوالي القلب الأومايكرون الجديد دلوقتي هوت أعراضه مش زي الكورونا اللي احنا كنا نعرفها ليقولك فقط تحسد التزوق والشم لا يبقى أنت ايه يبقى عندك كورونا لا الموضوع ممكن تبقى زيها زي نازلت برد زي ما دكتور عوض بي قال في مداخلته إنها ممكن تبقى أعراض نازلت برد عادية جدا ما يبقاش معها أي أعراض تانية يبقى ده ممكن يبقى كورونا قصة كلها تعتمد على الأعراض بتاعة حديتك هنا سؤال مركب أي حد جاله كورونا ممكن يجيله التهاب في عضلة القلب وهل الراحة دي حتكفيه عشان الالتهاب يروح ولا الالتهاب ده بيكون الالتهاب مزمين بص حديتك كان في كتب الطب كان فيه عندنا فيروس اسمه كوكساكي بي فيروس كوكساكي ده فيروس عادي بس بيجي ينشن لما أنت بتصب بيه بينشن فين على عضلة القلب مباشرة الالتهابات الفيروسية معروفة كده ملهاش باتر ملهاش نمط ملهاش سكة سابتة هي ماشي عليه الالتهاب الفيروسي خطورته أنه هو بيسير الجهاز المناعي إصارة الجهاز المناعي أنت بخبال حديتك أنت ما تعرفش الجهاز المناعي حينشط بشدة تجاهي بالزبط في جسمك لكن من الأعضاء الخطيرة اللي هي لو أصيبت تبقى مشكلة اللي هي التهاب عضلة القلب هي مشكلة التهاب عضلة القلب ده ممكن يعمل إيه يعمل لك فشل في وظائف القلب يعني عضلة قلبك الطبيعية تبقى عضلة قلب ضعيفة يجي لك تورم في الخدمين نفسك مكروش قصص دي كلها وبتاخد فترة طويل عشان تتعافه كوكساكي بي فيروس كنا بنبدأ بنعالج الناس فيه بنوصل لستة شهور وتسعة شهر على ما يبدأ العضلة تبدأ ترجع لطبيعتها علشان كده دايما الموضوع بسيط خالص أي واحد أصيب بكرونا ده أي حد عشان بس الناس متروطوص دي رياضيين لا 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 لكل ما هو الرياضي ده شخص عادي كلمة رياضي معناه إيه الرياضي معناه أنت قدرتك الجسمانية على عمل المجهود أعلى من أي شخص تاني اللي يقى بدنية أعلى وبالتالي أن أنت عندك برضو حاجة تانية أن أنت صحتك كويس جهازك المناعي كويس وبالتالي أن أنت أنا ببساطة أن الفيروس لوت بتاعك اللي إيه لو أنت خدت شوية زيادة عن الشخص العادي جسمك يقدر يتغلب عليه لكن أنت شخص عادي يقدر الفيروس ممكن يعملك أي مشكلة وبالتالي أي شخص أصيب بفيروس كورونا يستحب أن هو يأخذ راحة الرياضيين على وجه التحديد من نهاية الأعراض عدة 15 يوم بعد 15 يوم المفروض المدير الطبي للفريق يراجع دكتور القلب اللي هو بيتعامل معاه ويستحب أن هو يكون دكتور قلب متخصص في أمراض قلب الرياضية قلب الرياضيين ده قلب زو طبيعة خاصة مختلف عن القلب الناس العاديين طبيعة خاصة بمعنى أبعاده شكله رسم القلب بتاع الرياضي ده مختلف تماما عن أي شخص تاني أحيانا ممكن تلاقي ضربات قلب في الرياضي ممكن توصل لتلاتين في الرياضيين ضربات قلبهم في اللي هو عادي الضربة بتاعت القلب الوحدة قوية فالقلب مش محتاجة يعمل ضربات وبالتالي ده يقدر يعمل مجهود لفترة طويلة أنا ممكن نجري تلت ساعة هو لا ممكن يجري التسعين ديئة بتاعت المرش وبالتالي ده بالنسبة للإيه للأعراض البسيطة وأي شخص ريادي جاله كرونة طيب لو الأعراض عاليت يبقى إذن إحنا محتاجين إن إحنا نراجع دكتور القلب ونبدأ ممكن نعلى بمعدل الفحوصات أو لفل الفحوصات الطبية إن إحنا ممكن نوصل إن إحنا نعمل رانين مغناطيسي اللعبة الدوليين اللي بيخشوا في بطولات ده بقى الكلام دلوقتي عليه إن إنت مباشرة مجرد ما يجيله كورونا ويبدأ يخف قبل ما تاخد قرار هتعملوا رسم قلبه وإيك وعملوا رانين مغناطيسي على القلبه مباشرة لأن الرانين هو الجهاز الوحيد أو الفحص الوحيد اللي يقدر يقولك ما زال فيه التهاب ولا ما فيش التهاب ترجمة نانسي قنقر